جزئة تانية دي بقى في منتهى الاهمية في منتهى الاهمية مباراة بيرامدز والاهل ان شاء الله يوم الاتنين اللي جاي هتكون في استياد الدفاع الجوش المباراة دي مباراة بيرامدز وبرامدز النهاردة اعلن اسعار التذاكر ليه بقول بيرامدز عشان برضو فيه نقطة لازم حراكم تبقى عارفينها وتبقى توضحية عشان فيه كتير او ناس ما تعرفهاش شركة تذكارتي اللي انت بتخش على الموقع وتشتري التذكارة تذكارتي ما لهاش اعلاقة بأسعار التذاكر كل نادي هو اللي بيحط أسعار التذاكر اللي هو عايزها على موقع تذكارتي يعني مثلا انا نادي سين عايز تذكارها بمئة جنيه ونادي صاد عايزها بألف جنيه براحتك انا مش دعو انا ما اتدخلش انا كشركة فالندي هي اللي بتحط ده على فكرة ينطبق ايضا على منتخم مصر اتحدى الكورة هو اللي بيحط أسعار التذاكر عموما بيراميدز النهاردة أعلن أسعار التذاكر لهذه المواجهة الكبيرة أمام النادي الآلي الدرجة الثالثة بـ 200 جنيه الدرجة الثالثة بـ 200 جنيه الأولى بـ 2000 جنيه والـ VIP بـ 5000 جنيه ده كبار الزوار طيب خلينا في الثالثة أنا بتاع الثالثة ما مش عقود بقى أكلمك في الأسعاد التذاكر طيب أن كانت غالية جدا طبعا بس خلينا في الدرجة الثالثة درجة الثالثة درجة الثالثة في المباراة دي في الساعة الدفاع الجوي هتبقى بـ 200 جنيه مبدئيا كده مبدئيا كده بيراميدز حر يحط الأسعار اللي هو عايز يعني إيه يعني كنادي أنا والله أنا مصلحة أن أحط التذاكر تبقى بالأسعار دي تمام بس عايز أتكلم معك شوية يعني دي بيراميدز ببساطة واحد الأسعار دي ما تخليش المدرجات تبقى مليانة وبالتالي أنت مش هتاخد أرباح اقتصادية أنت لو معالي الأسعار عشان تاخد أرباح اقتصادية فالأستاذ مش هيتملي ببساطة يعني ده ده منطق اقتصادي معروف قال الأسعار زود العدد تكسب مش العكس مش تعالي الأسعار فالعدد ما يبقى أولاي لو ما حدش ييجي فما تخسر فحط دي على جنب أدي واحد فأنت دي ما أعتقدش النهاية دي اللي فكر فيها بيراميدز أنه يزود الأسعار عشان ياخد مكاسب من المباراة اثنين هل أنت كنادي بيراميدز خد بالك بقى من الاثنين دي عشان مهمة أوش هل أنت كنادي بيراميدز أصبح الآن منافس قوي على الدوري أصبح نادي مهم في الدوري المصري وقرات القدم المصرية نادي مش جماهيري خالص وبتحاول تعمل جماهيرية هل بالطريقة دي هتقدر في المستقبل تكسب جماهيرية وده برضو منطق اقتصادي انت عايز جماهير فتبدأ تكسب ويبقى عندك أعلانات وسبونسرز وحياة كبيرة قوي فانت كده كمان في الناحية الجماهيرية بتخسر اثنين ثلاث هل أنت كنادي بيراميدز نادي كبير ده اللي عنده لعيبة دولية وكبيرة وأسماء رائعة خايف أو ألآن إن جمهور النادي الأهلي يمنى المدرجات أعتقد المفروض لا ليه تلعيبة اللي عندك دي لعيبة كبيرة جد لعيبة يا ملاعبة قدام جماهير ولا يفرق معاهم فإيه السبب اللي تخليك تعلي التذكرة درجة تالتة عشان مشجع كورة بينبسط إنه بيروح المدرجات وكلنا يا ظروفنا كل واحد بقى بحسب ظروفه تعرف المتين جنيه ديات وانت برضو تقول لي إيه في حد يقولك يا عمر المتين جنيه دي الناس بتروح تدفعها في السينما مش مشجع كورة يا عمر مش مشجع كورة ما تقودش بقى كل شيء كل ما أجا أقولك كل أقولك متين واتلتونين جنيه تقول لي إيه ما هو المشجع الراجل ده بيروح السينما بيدفع الفلوس دي بيروح المسرح بيروح حفلة غنائية ده مشجع كورة زي بيقولوا كده في العالم كله لعبة الفقراء طيب بقت بمتين جنيه هلن هدفع المتين جنيه بس هروح الأستاذ بكام هرجع من الأستاذ بكام هاكل سندويتش وان رايح هاكل سندويتش وان رايح بكام هاشرب عصير بكام هاشرب إزازة مية بكام أصرف لي ربعمائة خمسمائة جنيه ليه دي ناس بتاخد ثلاثة ولا أربعة تلاف جنيه في الشهر ده دخلوهم مثلا في واحد بيبقى يوميته بالرقم ده مثلا فيعني بص شوف بعد كل الكلام لو قلت لك ده لو حد من بيرامد شايفنا هيقول لي يا أم احنا حرين طبعا ما انت حر أكيد او انا مش بقولك ان انت عملت خطأ اجراء قانوني اي حاجة بس دي كورة يعني خلوها نستمتع ولو هنفكر فيها صح يا ان انا موجود مثلا في إضافة بيرامد دي اقول لا دي انا عايز اكسب شعبية كبيرة عند كل الجمهور عايز اخد من جمهور الاهل واخد من جمهور الزمالك واخد من جمهور الإسماعيلي وناس تبدأ تحب بيرامد طبعا عمل كده ازاي والله دي انا هخفض سعر التذكرة دي انا هخلي الناس مبسوطة دي انا هخلي الناس تحبني بس يعني كل واحد بقى وحسن ما بيفكر